ربما لن تنافس حرارة الصيف في البصرة إلا حرارة التظاهرات الشعبية الغاضبة احتجاجاً على تفشي البطالة وترد الخدمات فقبل أيام انتهت المهلة التي ألزم محافظ البصرة أسعد العيداني نفسه بها من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بسوء الخدمات وملف البطالة انتهت المهلة غير أن شيئاً من المطالب الشعبية لم يتحقق بل لا توجد أي مؤشرات توحي بتحقيق منتظر على المدى القريب لتلك المطالب ولا غرابة في الأمر فالعيداني الذي يشغل منصب محافظ البصرة منذ أكثر من عامين لم ينجز خلالهما أي تقدم يذكر على صعيد الارتقاء بالخدمات أو توفير فرص العمل لأبناء المحافظة هو نفسه العيداني الذي ألزم نفسه بحل كل هذه المشكلات خلال عشرة أيام فقط ولا فرق عنده في الوعود والتوقيتات ما دم باقياً على كرسيه بدعم الأحزاب والمال ولا أحد يحاسم الوعد الكاذب للمحافظ كما يصفه ناشطون يدفع الأمور في المحافظة دفعاً نحو مزيد من التصعيد إذ يعتمل الغضب في الصدور وينذر باحتجاجات ربما تكون أقوى وأكثر زخماً من تلك التي خرجت في المحافظة العام الماضي وشهدت مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية التي تعاملت بعنف وصفته منظمات حقوقية بالمفرط تجاه المتظاهرين الأمر الذي خلف عدداً من القتلى والجرحة بينما لم يتغير شيء في واقع المعاناة التي يعيشها مواطن البصرة وعلى الرغم من تخصيص أكثر من أربعة تريليونات دينار لتنمية البصرة وحل مشكلتها الملحة في أضخم ميزانية حصلت عليها المحافظة منذ خمس سنوات إلا أن المحافظ بحسب ناشطين من أبناء المحافظة أثبت مجدداً فشله وعجزه عن إدارة موارد المحافظة بما يحل مشكلتها ويضع حداً لمعاناة أهلها ومع الحديث عن صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار جرت بين الكتل السياسية في المحافظة من أجل إبقاء العدان في منصبه مقابل توزيع المشروعات المفترض تنفيذها بهذه المبالغ على شركات يملكها نواب وأعضاء بهذه الكتل فإننا نكون أمام صورة جديدة من صور الفساد المتغلغل في العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي فساد يفرض على العراقيين مواجهته للتخلص من المافيات التي استولت على مقدرات العراق وكأنها غنيمة حرب فمتى ينهض الشعب ومتى يستجيد ترجمة نانسي قنقر